السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزون ألمانيا مستنفرة بعد التهديدات التركية بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا تركيا قامت البارحة بالتهديد بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا وطالبت بالحصول على المزيد من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وبروكسل لتحمل أعباء اللاجئين اللي يقدر عدد اللاجئين السوريين بـ 3.6 مليون في تركيا وأيضا نصف مليون لاجئ من جنسيات أخرى أيضا علما أنه تم إبرام اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 تقضي بإعادة اللاجئين الواصلين إلى اليونان ولا تقبل طلبات لجوءهم يتم إعادتهم إلى تركيا ومقابل كل لاجئ يتم إعادته يتم استجلاب لاجئ سوري آخر من المخيمات وإعادة توطينه في أوروبا وبالمقابل يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم مساعدات مالية إلى تركيا تم الاتفاق على 6 مليار يورو للإنفاق على اللاجئين المقيمين على الأراضي التركية ومنذ ذلك الحين توقفت إلى حد بعيد جدا موجة النزوح باتجاه أوروبا بسبب قيام تركيا بإغلاق الحدود الحكومة الألمانية قلقة جدا من هالتطورات وخاصة أنه في الأسابيع الأخيرة زاد عدد الزوارق اللي عبتصل إلى الجزر اليونانية من تركيا وهذا الشيء اضطر الحكومة اليونانية أيضا إلى اتخاذ قرار بنقل عدد كبير من اللاجئين من الجزر اليونانية إلى الأرض اليونانية السابتة إذن هناك ضغط كبير جدا على الحكومة اليونانية أيضا والألمانيا عابت راقب الوضع بشكل كبير نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية ماتينا فيتس أعلنت البارحة يوم الجمعة أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع بقلق كبير ولكن ما زالت أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية أقل مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق مع تركيا في شهر آزار عام 2016 الصحيفة عبتتحدث أيضا أنه من أسباب تهديد تركيا بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا هو رغبتها بالضغط على الاتحاد الأوروبي مقابل حصول على تنازلات بملف آخر وهو السماح لتركيا بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا شمال شرق سوريا لإعادة المواطنين السوريين الموجودين على أراضية إلى تلك المناطق كاتب المقالع بيتحدث أيضا أنه الآن جاءت نتائج الانتقامية لهذا الاتفاق الذي تم إبرامه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 بحيث وضع الاتحاد الأوروبي تحت رحمة تركيا في هذا الملف بدل من إيجاد حل أوروبي مشترك يعني على مستوى أوروبا كاملة لملف اللاجئين هات كان كل شي لهذا الفيديو رح نشيركم أيضا رابط مقال طويل جدا بيتحدث عن هالموضوع ممكن تقرؤه مع كل تفاصيله باللغة الألمانية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة